هذا التقديم الرائع جداً لو سام على صدر فخر الأندية العربية أو فخر العرب النادي الآلي والحقيقة التقديمة اللي استحق عليها النادي الآلي إشادة الجميع إدارة الإعلام في النادي بذلت مجهود في إخراج هذا المقطع لهذه التقديمة الهيلة جداً لو سام أبو علي كمان أنت كنت بتشير في الحديث عن سياق المفاوضات مع نادي مودرن فيوتشر عن هذا التعاون المسمر مع الدكتور وليد دامس الحقيقة يعني كويس أنك فتحت الموضوع ده تاني يعني ليه يعني وأن كان الأمر قد تم تكليفي بالتواصل مباشرة مع الدكتور وليد في البداية وحطينا الملامح وبعدين كل ما الأمور يجد فيها جديد وتقف شوية يحصل اتصال تجري في مصارات أخرى وأيضاً باتفاق واحترام شديد لتحقيق رغبات نادي فيوتشر وأيضاً الانتزام أمام النادي الآلي بتحقيق رغبة نجم كبيرة في فيوتشر النووي النادي الآلي عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد الناس كتير تقول لك يا جماعة ده آخر لا احنا بنتعامل يا جماعة قلنا الاحترام احنا بنبني جسور تواصل ومحبة وعلقات سليمة مع نادي مودرن فيوتشر لان احنا اللي لمسناه من الدكتور وليد الحرص على هذا فالإشادة واجبة بهذا التوجه من جانبه الإشادة واجبة أيضاً من أجهزتنا التنفيذية سواء أمير توفيق أو هيسم عرابي الاتنين كان لهم دور رائع جداً كل الأمور ما تقفل في حتة نبتكر وسائل يفتحوها ويتواصلوا وبسرعة بنسبة بنتصابق احنا كنا عايزين بسرعة أولاً عمر عايز يطمئن على نفسه وبيلعب مع المتخب مش عايزين نشتته في نفس الوقت شهر يناير لازم تتم فيه إجراءات كتير جداً ونحسم ملفات الصفقات بتاعتنا إلى أن يأتي وقت تكتمل في ملامح الاتفاقات ملامح الاتفاق تم الناديين واللعب المختارة واللعب المختارة تلت ناشئين في الجون عرف يختارهم نادي مودر فيوتشر والدكتور وليد لا بمعلامة تلت لعب واعدين جداً هيكونوا نجوم المستقبل في الكرة المصرية بإذن الله والكل حق مصلحته اللعب والناديين والعلاقة ودي اللي بتهميني جداً أنت في وقت يا أستاذ إبراهيم يعني بتشعر أن فيه ناس عايزة تاخد منك موقفنا المنافسة يمكن ما تخليش كل الناس يعني تبقى مندفع للتعاون بشكل طبيعي مع النادي الأهلي ما بقولش أن فيه تربص مع النادي الأهلي لكن طبيعة المنافسة فما بيكون فيه نادي فيوتشر سيراميكا حتى زاد يعني بتبص تلاقي الليلة بتفك معك وبتفك صالح الأندية صالح الجماهيرية يعني إحنا جماهيرنا عايزة تشوف هذا التعاون مع كل الأندية عشان يبقى فيه استرخاء يبقى فيه متعة في متبعة كرة القدم الناس اللي بتسأل إيه السر العزوف عن المدرجات وخصوصا مع المنتخب حيجي حاجات في كل ما تيجي مناسبة هنقولك هدي قعد أسباب العزوف من ضمنها الإعلاقات لما تتوتر إعلاقات بين الأندية بيبقى فيه توتر فيه الإعلاقات بين الجماهير ومن ثم عزوف فأنا بحي جدا نادي مودن فيوتشر وبحي جدا الدكتور وليد وأشيد بدور هيسم عرابي وأمير توفيق وربنا ينهي الإجراءات بإذن الله لأن ملامح الاتفاق كلها متفق عليها ملامح الاتفاق متفق عليها والإجراءات هي اللي بتتم هي أجراءات بقى دلوقتي ابتدت يعني من ساعات وتنتهي بقى يعني اللعبة موافقة والناديين موافقين وخلاص وكل حد اللي مرفف في طور الاتفاق بإذن الله أهم حاجة أن احنا نشعر أن ما يحدث لصالح الأطراف والكرى المصرية على فكرة يعني يا جماعة في فكرة الإعارة لأن ده كلام مهم لأولادنا اللي طالعين إعارة القالي لما بيطلع لعب بالذات من الناشئين في إعارة لنادي آخر الهدف أن أنا محتاج هذا اللعب بس محتاجه على مدى أبعد شوية من الوقت الحالي فبدلوا فرصة ياخد خبرات أفضل ياخد ساعات لعب في مكان تاني ما فيهوش زحمة زي المكان بتاعي وأيضا يجهز ويرجع لجاهز بخبرات خدها من مسابقة الدوري لو تفتكروا محمد عبد المنعم لما طلع إعارة رجع إذا أديكم شايفينه أنه أحسن سردباك في مصر دلوقت أحمد عبد القادر نفس الحكاية خدها قبل كده كتير من اللعبة يمكن حتى مصطفى محمد مع الزمالك خد تجربة إعارة ثلاثة أربع عندية وفي الآخر رجع واحترف وبقى حاجة كبيرة فأولادنا اللي طالعين إعارة لازم أن يبقوا فاهمين كويس قوي أنت طالع علشان ترجع طالع علشان ترجع أفضل طالع عشان ترجع بخبرات أحسن طالع عشان ترجع بثقة خدتها نتيجة كثرة عدد المشاركات لك في الدوري الأهلي لو مش حريص على هذا اللاعب الناشئ مش هيطلعوا إعارة كان ممكن يقعد ولما يبلغ السن لو مش محتاجه هيمشي زي ما بيحصل طول السنين لكن الحرصة على اللاعب الناشئ وحاجة الفريق ليه في المستقبل القريب بيخلي النادي بيدي فرصة الإعارة أضيف مفتاح هو اللي كان الفلسفة في التحاور من الدكتور وليد بيني وبينه مباشرة منذ بدأت القصة أنا لا أهتم بالمادة أنا عايز الناحية الفنية دعونا ما نتكلمش في الفلوز بس نتكلم إذا نتعاون يبقى فيه دعم ده فكره كويس أو يبقى فيه دعم حقيقي لنادي فيوتشر والأهل يأخذ احتياجه وانحقق رغبة اللاعب في نفس الوقت فمشي تنموش في هذا الصياق بس عايز برضه أقولك هذا نوع جديد من التفكير أنت تعاملت مع رئيس نادي بيفكر كده طيب ده أتمنى إنه أولادنا اللي طالعين إعارة يعود كويس أو زي ما في نمازج نكحت كويس أوي ورجعت بشكل اللي شايفين مستوىهم عامل زي فيه مستويات أو فيه نمازج أخرى طلعت إعارة والدنيا اهتزت معها شوية فلازم أن يأخذوا بالهم من النموذجين ويحطوا في اعتبارهم وقدام عينهم دايما أنا راجع الأهلي راجع الأهلي علشان في ظرف آخر أخذ فرصتي بشكل أفضل لتمنى لهم التوفيق إن شاء الله تعالى مسئولية مشتركة بالأجهزة الفنية فلندية بخدة اللعبة عشان تستفيد بيها وبين اللعبة اللي نتبذل القصارى ده عشان تؤكد على تطورها وتؤكد على فعاليتها وقيمتها الفنية في المكان اللي هي فيه تمهيدا تستمر في المنتخب ترجع ناديها تعمل خطوطها الجادة في تقلق كنجوم مستقبلية في الكرة الدكتور وليد دعب مودرن فيوتشار أو أي نادي الارتباط بهذا العلاقات الطيبة مع الأهلي بتفيدهم جدا طبعا هي بداية يعني هي انت بتبتدي علاقة كلنا حرصين عن تستمر أولنا دكتور وليد واحنا عايزينها تستمر صالح لصالح كل الأطراف والكرة المصرية شأنها شأن أما بتبتدي مع أندية سيراميكا وزيد وغيرها في أندية مش عايز أحصل في أندية كتير سموحة أكتر من من مرة ثبتت نجاح هذه التجربة في العلاقة وين أند وين لازم لازم الأمور تمشي كده يعني أتمنى أن ده يبقى الكل فتع دراعاته والأهلي فتع دراعاته يستوعب الكل يعني وعلى فترات كان بيبقى فيه تعاون مسمر بين الأندية اللي هي القطع الحدود وال وطلع الجيش وال الأندية الشعبية بقى الأمر أكثر صعوبة شوية لأن الجماهير بتتعلق باللعيبة فبيبقى الأمور معزين نوعية قريبة منهم أو تستنى عندهم أو لكن الأهلي منفاتح للتعاون مع الجميع الأهلي منفاتح للتعاون مع الجميع مؤكد ده كلام مهم من حيث المبدأ اللي هيخلينا نطلع على فاصل وبعد الفاصل نتواصل